تميزت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم في عرض تجربتها الرائدة المتمثلة بمشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان عبر الندوة النقاشية التي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي التي جاءت على هامش الدورة السابعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان هو مشروع يوازي بين أهمية التعليم ونوعية مخرجاته من جهة وبين ضرورة تعزيز قيم التعايش والتفاهم وتقبل الآخر والتسلح بالمهارات الضرورية لمجابهة التحديات التي قد تعترض المتلقين للمعرفة من طلبات المدارس من جهة ثانية عبر أنشطة صفية ولا صفية تم تعويم الفكرة السامية لمشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان من خلال تطبيقها في أربع مدارس إعدادية جاءت مناصفة بين الذكور والإناث ليتم التوسع بعدها في عشر مدارس أخرى بين العام 2016 و2017 وزارة التربية والتعليم أبدعت في عرض هذه التجربة البحرينية النوعية والرائدة عبر نافذة ندوة نقاشية كان قد نظمها مركز جينيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في الثاني عشر من الشهر الحالي جاءت على هامش الدورة السابعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بحضور العديد من الدبلوماسيين وممثلين منظمات الدولية المختصين في المجال ذاته من خلال هذه الندوة استطعنا وكذلك الأخوة من مملكة البحرين اللي شرفونا بالمشاركة استطاعوا أن يقدموا عرض متميز لمشروع مملكة البحرين الرائد الحقيقة في تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان اللي أنا الحقيقة تشرفت بزيارة إحدى المدارس في زيارة وفد مركز جينيف لمملكة البحرين في شهر أكتوبر من العام الماضي واقترحت على معالي الأخ دكتور ماجد النعيمي أن ضرورة الحقيقة عرض مثل هذا التجربة المتميزة لكي يعني يستفيد منها المجتمع الدولي وموثلوا المجتمع الدولي في جينيف وخاصة أنها مقر لحقوق الإنسان هو نموذج مثل يعتذى به ووددنا النظم هذا الملتقى لإظهار النجاح البحريني ونبين أنه في بلدنا العربية لا يوجد دايما أزمات ومشاكل فقط وإنما هناك تطورات مشجعة إيجابية التي تكون مصدر إلهام لدول الأنمية الأخرى عرض التفاصيل الدقيقة للمشروع أمام جموع المعنيين والمهتمين ممن أشادوا وأجادوا بنوعية وصفهم لنموذجية هذا المشروع الواجب تعميمه عالميا والذي أسهم في استخراج تلك الإبداعات الكامنة لدى الطلبة فضلا عن قطف نتائج إيجابية قد يتم لمسها على صعيد انخفاض نسبة المخالفات السلوكية لديهم وثبات ركائز القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية في نفوسهم تعد تجربة مملكة البحرين متميزة فهذا المشروع نجح في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم في نفوس الطلبة وهي قيم ضرورية لتحقيق الاستدامة لكونها راعة الخصوصيات الوطنية وساعدت في تمكين الطلبة من التعبير عن آرائهم وتحقيق ما لدى أفكارهم من أهداف هامة أنا منبهرة بما تحقق اليوم من تجربة مملكة البحرين وقد تعلمت من التجربة الكثير بما يخص الأهداف والقيم مثل التضامن والتسامح واحترام التنوع وتقديره أعتقد أن مثل هذه المبادرات والمشاريع تصلح لمجبهة التحديات والصعوبات وأعتقد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات مهم جدا بالنسبة لنا جميعا وذلك لتكون لدينا فرص لتبادل التجارب وأفضل الممارسات التربوية ونتعلم من بعضنا البعض من أجل تطوير أداء النظام التربوي قيم لا حصر لها أتقن في نشرها بإطار منمق مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان ليضعها في رحابة فضاء مدرسي خصص مجاله لاحتواء كل ما قد تفيض به عقول الناشئة من أفكار يتحقق من خلالها جوهر التعليم ويتسع نطاق أبرز مفاهيم التناغم المجتمعي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات طبعا للتحدث أكثر عن هذه التجربة الناجحة وللاستزادة أكثر حول جوانب مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان معنا في الأستيديو سعادة الدكتور ماجد بن علي النائمي بداية أرحم بك سعادة الدكتور ماجد طبعا نتكلم في البداية أولا نبارك لمملكة البحرين هذا التميز دائما والريادة في المجال التعليمي نتكلم عن أهمية هذا المشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان طبعا ولماذا حظي بكل هذا الاهتمام الدولي في البداية أحب أن أتقدم بخالص الشكر والتغدير لمشاهدين تلفزيون من مملكة البحرين وفي الواقع أن هذا المشروع التربوي الفريد من نوعه المتميز على الصعيد التعليمي لم يأتي من فراغ وإنما انبثغت وزارة التربية والتعليم من توجيه ملكي سامي عندما تفضل سيدي حاضر الصاحب الجلالة الملك المفدى في الكلمة الملكية السامية في افتتاح المجلس الوطني عندما صدرت التوجهات لوزارة التربية والتعليم بأن تعزز مفاهيم التسامح والتعايش وتقبل رأي الآخر والولاء والانتماء باعتبار أنها تعني وتهتم بالجيل فلذلك بدأت وزارة التربية والتعليم تعزز هذا النمط من المفاهيم التعليمية كانت في السابق موجودة في الكتاب المدرسي ولكن بعد ذلك أردنا أن نطور هذه الفكرة بالتعاون مع مكتب الدولي للتربية في جينيف وهو أحد الأذرع الأساسية في المجال التعليمي لمنظمة لينوسكو وفعلا بدأنا في هذا المشروع الذي يتميز عن باقي المشاريع الأخرى بأنه يعتمد فقط على جهد متنوع وليس على نوع معين في الكتاب المدرسي فالكتاب المدرسي يعني بعد فترة ممكن ينسى وخصوصا قيمة التسامح وهذه القيمة الإنسانية موزعة في الكتاب المدرسي بشكل عام ولكن كما يقول دائما المفكرين في هذا الجانب أن حصون السلام تبنى في العقول وأيضا إذا نريد أن نعيش بسلام علينا أن نبنيها في العقول قبل ذلك هذه المفاهيم بدأنا في وزارة التربية والتعليم في تطرح هذا المشروع من خلال تكثيف هذه القيم داخل الكتب المدرسية وأيضا ريادات البحرين في هذا الجانب أن المدرسة تعمل ككل لتعزيز هذه القيم ومن حيث الإدارة المدرسية من حيث النشاط جعلنا النشاط الرياضي والنشاط الثقافي وجميع الأنشطة تعزز الكتاب حتى أسامي الأشجار داخل المدرسة تغيرت على أساس قيم معينة كل العاملين في المدرسة من مدير المدرسة إلى الحارس اللعلباب إلى جميع الوظائف الموجودة للإخوان في الميدان التربوي وهذا النوع أوجد للبحرين بأنها استطاعت أن تستحدث نمط معين من المدرسة تعمل ككيان مستقل لغرص هذه القيم إذن تكلمنا عن أهمية هذا المشروع نتكلم اليوم عن طبيعة هذه النتائج المتحققة الآن في الفترة الحالية استاذنا النتائج لكل مشروع تستطيع أن تطوره يجب أن تقيمه فإحنا اعتمدنا على أكثر من جهة في التقييم رجعنا إلى تقارير هذه الضمان الجودة رجعنا إلى التقارير ووكلنا بالمسؤولية لمركز القياس والتقييم في وزارة التربية والتعليم أن يراقب ويعطينا نتائج هذا العمل الحقوقي التربوي وأيضاً رجعنا إلى تقارير المدارس النتيجة واضحة واليوم تفتخل مدارسنا نتضعها حتى عند مدخل المدرسة ومدخل الإدارات أيضاً على وجه التحديد في كثير منها نتيجة هذا التعاون نتيجة زرع هذه المفاهيم داخل المدرسة بأسلوب علمي واضح له طابع حضاري اتضحت عندنا أن نقلت نسبة العنف داخل المدرسة السلوكيات تغيرت السلوك الطيب أصبح الطالب شريك لزميلة عندما عملنا مقابلات مع العديد من الطلبة وخذنا الطباعة تولياء الأمور وجدنا حتى السلوك الحضاري للطفل داخل بيته تغير فبالتالي هناك أرقام تثبت أن هذا المشروع نقل المدرسة إلى واقع آخر إطاره المحبة والتقدير مبني على الاحترام وتقبل الراي والراي الآخر وهذا هو الدور المهم المناط بوزارة التربية والتعليم كما تعليمين أختي الفاضلة وإخوان المشاهدين الكرام بأن الوزارة تتعامل مع الأطفال مع سن مبكرة واليوم الذين هم على مقاعد الدراسة قد سيكونون في مواقع أخرى ربما يكونون في هذا الاستوديو إن شاء الله بإذن الله ولكن اليوم تكلمنا سعادة الوزير عن الأهمية المتحققة والصدر الذي حققه هذا المشروع دوليا تكلمنا عن النتائج وما أثمرته وما تمخض عنه هذا المشروع نتكلم هل هناك خطط سوف تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتعليم هذه التجربة ولجعلها أكثر انتشارا في المملكة صحيح سوف نقوم بالتوسع في هذا الجانب ويكفي أننا استطلعنا أراء خبراء دوليين في هذا الجانب عرضنا هذه التجربة أيضا في منظمة رينسكو قبل ذلك ثم خلال السبوع الماضي في جينيف كل هذه الأمور أكدت على أننا في الاتجاه الصحيح هذا يشكل دافعا لنا اخترنا المرحلة الإعدادية كبداية لانطلاق المشروع لأنها مرحلة عمرية مهمة في حياة الطلبة وان شاء الله سوف يشهد ان شاء الله العام القادم توسع في هذا الجانب نتيجة للنجاح الباهر الذي حققته هذه التجربة وليس هذا كلام أهل البحرين من العاملين في الميدان التربوي وإنما هو انطباعات تحدث عنها العديد من الخبراء قبل هذا اللقاء استمعت إلى عدد منهم نعم في نهاية هذا الحديث ربما من الجميل من خلال هذا المنبر أن توجه كلمة إلى الطلبة والطالبات بخصوص هذا المشروع المتميز وهذه المبادرة كيف يمكن أن يكون هذا الطالب أو هذه الطالبة مساهما في نجاح هذه التجربة إذا تسمحني هي رسالة شكر قبل لا تكون نصائح أول رسالة شكر للزملائي في الوزارة التربية والتعليم في الميدان التربوي كان هذا حلم خططناه وأصبح اليوم واقع نتائجها واضحة للأعيام والرسالة الأخرى أيضا تتضمن شكر وتغدير إلى أولياء الأمور عملوا معنا استطاعوا يساعدون المدرسة في قرص هذه المفاهيم وأيضا إلى أبناء الطلاب والطالبات كانوا على قدر المسؤولية استطاعوا بنتيجة تعاونهم أن يجعلوا النشاط الرياضي النشاط الثقافي النشاط التعليمي يعزز هذه القيم وكل حق قال بأن المدارس استطاعت أن تنقل الطلبة إلى مرحلة أخرى مهمة جدا فنحن في الأخير هدفنا أن يكون هناك مواطن بحريني يستطيع أن يتعامل مع كل الأطياف السياسية كل أطياف من مختلف أعراقها نريد أن نركز ما تعرفت عليه بملكة البحريني منذ عقود عديدة هي بلد السلام، بلد التآخي، بلد العيش المشترك وهذا هدفنا المنشود نسأل الله تعالى أن يمكننا في الاستمرار في تحقيقه إن شاء الله سعدت الدكتور ماجد بالعني النعيمي وزير التربية والتعليم شكرا جزيلا لك شكرا وشكرا لإخوان المشاهدين